بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بولادي ابنتي جماعة الأولى ثانوي سوف نتحدث في هذا الفيديو عن درس مهم جدا تحتاجه في السنة الأولى والثانية والثالثة ثانوي يعني يجي حتى في الباكالوريا اللي هو درس مهم اللي هو درس الهندسة المستوية في اللقل أولادي ابنتي ما أنصحكم بهذا الكتاب رفيه كل ما تحتاجه في دروس سنة الأولى في الرياضية كذلك أنصحكم أولادي بجلب كراس وقلم واتبع معنا نقطة بنقطة إذن عنا أولا نتحدث عن متوازي الأضلع قال تعريف متوازي الأضلع ما هو متوازي الأضلع هذا؟ هو رباعي حامل كل ذلعين متقابلين فيه متوازي يعني هذا هو وهذا متوازيين وهذا هو وهذا متوازيين مثال مثلا عندنا A B C D متوازي أضلع هذا وش يعني؟ يعني أن الضلع A B والضلع C D كيف هما متوازيين؟ أو كذلك عندنا A D و B C متوازيين إذن كل متوازي أضلع هاوشتاء إليقه كذلك عندنا خواص متوازي الأضلع السمع ما يمليح كل رباعي A B C D نقدر نسمه A B C D المهمة تسمية تختلف على حساب الحروف تتحقق فيه الشروط التالية فهو متوازي أضلع السمع ما يمليح كل رباعي تتحقق فيه هذا الخواص يصبح أنه هو متوازي أضلع مثلا إذا وجدنا رباعي فيه A C و B D متناصفا يعني قطره كيف هما متناصفا كل رباعي فيه قطران متناصفا فهو متوازي أضلع هذه واحدة كل رباعي فيه A فيه الطول A B يسوينا D C A B يسوينا D C والأمر الثاني كذلك وعندنا و A D يسوينا B C A D يسوينا B C إذا كان عندنا كل رباعي هذا الطول يسوي ذا الطول وذا الطول يسوي ذا الطول فهو متوازي أضلع الحالة الثالثة إذا كان عندنا كذلك A B يسوينا D C و A B يوازي D C فهذا الرباعي كذلك هو متوازي أضلع عندنا الخاصية الرابعة إذا كانت الزاوية D تساوينا B والزاوية A تساوينا C كذلك فهو متوازي أضلع يعني A B C كي نقول A B C لنقصدين الزاوية هذه هي وهذه متقيسين وهذه وهذه متقيسين فهو كذلك متوازي أضلع شفع لهم ليه؟ هذو هم الخواصة كل رباعي فهو متوازي أضلع إذا تحققت فيه هذا الشروط عندنا كذلك متوازيات الأضلع الخاصة واش نقصد بهم؟ نقصد المعين المستطيل والمربع ما هو المعين أولا؟ المعين هو متوازي أضلع له ذلعاني متتالياني متقيسا مثلا فيه مثلا A B يساوينا B C أو A D يساوينا مثلا يساوينا A B كل متوازي أضلع فيه ماذا؟ فيه ذلعاني متجاور أو في الذلع متتالياني متقيسا فهو معين وكأكل كل رباعي كل رباعي A B C D تتحقق فيه الشروط التالية فهو معين ما هي الشروط؟ ألف إذا كان عندنا قطراه A C يُعامد B D A C يُعامد B D والأمر الآخر ومتناصفا المعين ما هو؟ هو رباعي فيه قطران متعامدان متناصفا مصيفا إذن كل رباعي في هذا الخاصية فهو معين خاصية ثانية إذا كان عندنا الطول A B يُساوينا B C يُساوينا C D يُساوينا D A كذلك فهو معين عندنا G إذا كان A C يُنصف كلا من A C يُنصف كلا من الزاوية A والزاوية C وماذا؟ وبي D يُنصف الزاوية B وزاوية D فهو كذلك متوازي فهو معين إذا المعين شعر عندنا مخاصية وحدة زوج ثلاثة كل رباعي في هذا الخاصية الثلاثة فهو ماذا؟ فهو معين أما متوازي الأضلع كل رباعي في هذا الخاص وحدة اثنين ثلاثة اربعة فهو متوازي أضلع يعني كما نقوله النظرية العكسية نكمل نأتي كذلك إلى متوازي آخر خاص لهو المستطيل ما هو المستطيل؟ كذلك هو متوازي أضلع له زاوية قائمة كل متوازي أضلع في زاوية قائمة إصبحنا هو مستطيل صحا عن كذلك كل رباعي A B C D تتحقق فيه الشروط التالية فهو مستطيل ما هي؟ إذا كان هذا الرباعي الزاوية A تساوي الزاوية B تساوي الزاوية C تساوي الزاوية D وكلهم يساوينا 90 درجة فكل رباعي هو متوازي أضلع أعفون هو مستطيل الخاصية الثانية إذا كان عندنا قطره A C وبيضي وبيضي كيف هما متساويان ومتنصفان فهو مستطيل كل رباعي الزاوية التعوم تساوينا 90 كل واحدة تساوينا فيها 90 فهو مستطيل أو فيه كل رباعي فيه قطره متساويان ومتنصفان فهو مستطيل أشفع لي هذا الخاصية عندنا كذلك نجل الآن إلى المربع ما هو المربع؟ المربع هو متوازي أضلع له ذلعان متتاليان متقيسان وزاوية قائمة شوفوا المعين فيه ذلعان متتاليان متقيسان فقط هو متوازي أضلع لكن فيه قلنا ذلعان متتاليان متساويان هذا معين أما الرباعي المربع هو متوازي أضلع فيه ذلعان متتاليان متقيسان وزاوية قائمة طيب يصبح أن هذا الشهر؟ هذا هو المربع عودة أستاذ المربع هو متوازي أضلع فيه ذلعان متتاليان متقيسان وزاوية قائمة الآن كل رباعي تتحقق فيه الشروط التالية فهو مربع ما هي الشروط؟ إذا كانت الزاوية هذه تساوينا هذه وتساوينا هذه وتساوينا هذه وتساوينا 90 درجة ونزيد شرط واحدة أخر والطول A B يساوينا B C يساوينا C D يساوينا D A فهو مربع شوفوا هنا الخواص في غيزة زاوية 90 درجة مستطيل أما المربع لا لا زاوية كامل متساويين ويساوي 90 درجة والأطول كامل متساوية خاصية ذي والخاصية ذي يخلنا كل رباعي هو مربع نجل الآن إلى B B ما هي قطراه متساويان هذا وهذا متساويين ومتعمدان ومتناصفان كذلك شيء يصبحنا هذا كل رباعي في هذا الخاصية مع هذه مع هذه فهو مربع أو فيه الخاصية الأولى هذه وهذه فهو مربع تفهموا على هذه الأشياء نجل الآن بعدما أكملنا من المعين والمستطيل والمربع كلها متوازيات أضلاع وكل واحدة والخواص التحى يبقى أن نأتي الآن إلى المثلثات أولا عندنا المثلثات الخاصة واش نقصد المثلثات الخاصة؟ نقصد المتساوي الساقين ومتقيس الأضلاع والمثلث القائم زاوية عندنا المثلث متساوي الساقين واش فيه لدي؟ فيه ذلعاني متقيسان با فيه زاويتان متقيستان صحا عندنا المثلث المتقيس الأضلاع واش فيه لدي؟ أضلاعه كلها متقيسة يعني هذا الظلع وهذا الظلع وهذا الظلع أطوالها متساوية وماذا والزاوية هذه B والزاوية A والزاوية C كلها متساوية وكل وحدة فيهم تساوين 60 درجة اشفوا عليها هذه متقاييس الأضلاء كل زاوية متساوية وتساوين 60 درجة المثلث القائم قائم الزاوية يكون فيه زاوية قائمة مع الزاوية هذه B و B C شعال تكون طول الوقاي ستحت 90 درجة أشفر على خواص أو المثلثات الخاصة واش فيها نكمل الآن نأتي بعدها أبناء إلى المستقيمات الخاصة في المثلث واش تنقصد؟ نقصد الارتفاع والمحور والمتوسط والمنصف صاحة نبدأ أولا بالارتفاع الارتفاع في المثلث هو المستقيم الذي يشمل أحد رؤوس المثلث ويعامد ضع مقابل مثلا عندنا هذا يفوت على A بالصحي عامد B C أو هذا كذلك أو هذا كذلك هذا نسميه واش؟ الارتفاع من خواصه الارتفاعات المثلث متقاطعة في نقطة واحدة إذا نشفوا معهم ليه ارتفاعات والمحاور والمتوسطات والمنصفات كلها تتقاطع في نقطة واحدة نشفوا عليها صاحة ارتفاعات المثلث متقاطعة في نقطة واحدة بقى يرمز إلى A A B C مساحة المثلث A B C أسمع معي مساحة المثلث A B C واش تساوي لنا؟ تساوي لنا نصف في الطول A A فتحة A A فتحة في ماذا؟ في B C وتساوي قاعدة أخرى نصف في ماذا؟ في B B فتحة في A C وتساوي لنا نصف في C C فتحة في A B أشفوا علي هذه القوانين كيفية حساب المثلث تساوي لنا نصف في المثلث لما يكون لنا هنا الارتفاع لنا كذلك المحور ما هو المحور؟ المحور في المثلث هو محور أحد أغلعيه المحور هنا كما نعرفوه هو يجينا هنا أولا يشكل زاوية قائمة مع هذا الزل مثلا A B ويقسمنا القطعة A B إلى نصفين متساوية شوفوا معي المحور كيفاش يجي داير أولا من المحور لو تلاحظوه ما شي الشرط يفوت على الرأس شوفوا هذا هذا يفوت على الرأس هذا ما يفوتش على الرأس ويصنع زاوية قائمة كذلك عندنا محاور المثلث متقاطعة في نقطة واحدة عندنا خاصية واحدة واحدة أخرى تسمعوها نقطة تقاطع محاور المثلث هذا مع هذا مع هذا هي مركز الدائرة المحيطة بالمثلث دائما المحاور كاين دائرة تحيط وتمسك كامل الرؤوس أنتعنا مركزها هو نقطة هذه التقاطع المحاور حيث يصبحنا O A يساوينا O C يساوينا O B صح عندنا المتوسط ما هو المتوسط؟ المتوسط في المثلث هو المستقيم الذي يشمل أحد الرؤوس المثلث ومنتصف الظلع المقابل مثلا يفوت هكذا لكن الظلع هذا بيسي إلى جزئين متساوية يفوت على الرأس أو هنا كذلك أو هنا كذلك يعني أولا يفوت على الرأس أمر الثاني الظلع المقابل يقسمه إلى جزئين متساويين وما يهمنش الزاوية قائمة صحة متوسطات المثلث تتقاطع في نقطة واحدة كامل تفهمنا عليهم أن نقطة تقاطع المتوسطات هي مركز ثقل المثلث دائما دائما تقاطع متاع هذا النقطة G هذا النقطة G تتمثل في المتوسطات تمثلنا مركز ثقل المثلث عندنا أخذ الخاصية حسابية أنه جي سي جي سي يساوينا ثنين من جي سي فتحة وكذلك عندنا جي بي جي بي يساوينا ثنين من جي بي فتحة وعندنا جي بي يساوينا ثنين من جي بي فتحة هذه خاصية تعمل تعمل متوسط عندنا كذلك المنصف المنصف في المثلث هو منصف إحدى زاوية يعني يروح للزاوية التعناء هذه يقسمها على ثنين وهذه يقسمها على ثنين وهذه يقسمها على ثنين متساوية المنصفات الداخلية تتقاطع في نقطة واحدة هذا في نقطة وحيدة هذا في نقطة وحيدة هذا في نقطة وحيدة وهذا في نقطة وحيدة با نقطة تقاطع المنصفات الداخلية في المثلث وش هي شاهية النقطة هي مركز الدائرة المرسومة داخل هذا المثلث جي الداخل شوفوا هنا امتاع المحور جي برا امتاع المنصفات جينا الداخل داخل هذا المثلث التي تمس أضلاع المثلث من الداخل تمسوا هنا وتمسوا هنا وتمسوا هنا أشفوا معي مليحوا لدي أنوا شوفوا المحاور كين دائرة محيطة خارجية تمس الرؤوس أما المنصف كين دائرة داخلية تمسنا الأضلاع تمس هنا وتمس هنا وتمس هنا والمركز تحوى نقطة تقاطع هذا المنصفات أرجو أنكم ركم فهمتوا هذه الأشياء لأن هذه الأشياء لازم تكون تعرفها بها تقدر تحل التمارين